لو كان الأمر بيدي لا أطلعت حضراتكم على كل ما رأيت وسماعت أمس في سيناء ولو كان الأمر بيدي لطلبت من القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يطلع الناس جميعا في مصر كل الشعب المصري على حجم ما ينجز هناك سواء في معركة الإرهاب الكبيرة أو في معركة التنمية التي ستكون هي مشروع مصر القومي خلال السنوات القدم اللي شوفناها جماعة بصراحة ودون مبلغة ودون مزايدة يقول أو يترجم الكلمة اللي قالها الرئيس لما قال مصر دي دولة وقفة على حلة وعايز أقول لحضراتكم المسألة يعني ببساطة وبدون الإطالة يعني لكن تفاصيل مهمة جدا أهنا لما دعينا مجموعة من الإعلاميين يمكن ما تزيدش عن عشرين واحد دعينا إلى التزام مع القائد الأعلى القوات المسلحة يعني ده الاتصال اللي جي من أحد رجال الشؤون المعنوية والحقيقة رجال الشؤون المعنوية دول جندي مجهول في الحرب الكبيرة ضد الإرهب يعني ناس بتشتغل شغل طول الوقت في تنسيق في إنتاج في صياغة وعندهم حاجة اللي إحنا بنبقى محتفين بيها وهي فكرة تخليد الشهداء ناس عاملة شغل عظيم جدا قال عنده كلتزام مع القائد الأعلى القوات المسلحة بتقول فندي من القائد الأعلى ولا القائد العام قال لي لا قائد الأعلى القوات المسلحة الروح فين قال يعني هتيجوا مطار شرق القاهرة تركبوا طيارة وبعدين ممكن تنزلوا مكان تاني تركبوا طيارة تانية فأنا يعني وقرأ يعني في اعتقادي على طول ان احنا رح ينسين وبدأت الأمنيات يعني تتراء أمامي ان احنا هنروح ونشوف الولادنا واخوتنا وهم على الجبهة يعني ده حلم لكل واحد يبعاوز يشوف هذه اللحظة لما اتحركنا من مطار شرق القاهرة نزلنا فكان قدامي ليفطى الكبيرة اللي هو مقر قيادة قوات شرق القناة لمكافأة الاره قاعدة عسكرية ضخمة جدا عظيمة جدا هائلة جدا من سنتين زي ما قال الرئيس وإحنا وقفين معاه قبل ما يزيح أو بعد ما أزاح الستار عن يعني افتتاح هذه القاعدة فقال يا جماعة بص كده الناس حاوليه وقال لهم يعني من سنة ونص الكلام ده ما كانش موجود في اشارة إلى انه يعني هذه بلد لا تتوقف عن البناء في كل اتجاه وفي كل المجالات لما الرئيس يعني وانا هنا حريص اقول لحضراتكو اللي ما سمعتهوش في اي مكان واللي مش هتقروه في اي مكان لانه يمكن البيانات الرسمية بتهتم بصياغة العامة يعني مجموعة ارقام بتقول ايه اللي حصل راح تحرك جه لكن انا يعني هقول لحضراتكو المشهد كما جر لما كنا منتظرين الرئيس قبل ما ينزل من عربيته عشان يزيح الستار لافتتاح هذا الصرح العسكري الكبير فجأنا انه نازل وهو لابس زي العسكري واعتقد انه هو نازل لابس الزي العسكري ده يعني زاد من حماس اللي موجودين في انتظاره وكان مجموعة من قيادات القاتل المسلحة ومجموعة من الوزراء وعدد من الاعلاميين والكتاب كان في حماس في الاستقبال لانه بمجرد نزوله من عربيته وهو مرتدي الزي العسكري فانا رأيت امامي قائد حرب موجود في مصرح عملياته يعني هنا المعنى كان واضح جدا لما ازاح سيطار وقف اتكلم معنا الحقيقة تلمح هنا انه رئيس ملم بكل التفاصيل يعني سلم على كل الموجودين يدا بيد وكان الاستاذ ديارة شوان رئيس الهالة عمل الاستعلامات موجود فسأل وقال له اعملت ايه في تقرير البي بي سي تقرير البي بي سي ده نشر على الموقع كلام معاد ومكرر على اختفاء قصري لفتاة دون تقديم اي ادلة ولا تقديم اي شيء يثبت هذا الكلام فرد السيد ديارة وقال له يعني بالتعبير بتاعه وقال له حطين عليهم طبعا وبيننا كل الاكاذيب بتاعته كان مستأمن حجم الاكاذيب اللي بتتردد حول مصر ما قاله الرئيس في هذا الوقت ولم يسمعوا كثيرون لما سؤل مثلا عن صفقة القرن تعارفين ده هاجس طول الوقت الناس يقولك صفقة القرن وسينا بيفضوها عشان يسلموها وده الكلام اللي هو رد عليه بعد شوية جاوب اجابة تانية خالص يعني في اتجاه تاني خالص تعال له ايه صفقة القرن يا فانديمول امور ماشية ازاي فقال صفقة القرن دي كانت بتتنفذ هنا في مصر بقدين الناس من يناير من 25 يناير وصفقة القرن دي اتنفذت فيه عدد من الدول اللي حوالينا لانه صفقة القرن الناس اللي بيشتغلوا عليها ببساطة شديدة هم كل هموهم تفتيت دول هزي المنطقة اولا كسر جيوشها وتفتيت هزي دول هزي المنطقة وجعل الناس هم اللي خلصوا على بعض هلفة يعني البلد دي ربنا نجاها من هذا السيناريو لانه فيه عدد من الدول تفتتت واشار اشارة مهمة جدا قال انا بعض الناس لما بقى بتكلم وبقول يعني عايزين نبقى كده ونبقى الشعب المصر كده وطول ما احنا كده محدش هيقرب مننا قال الناس بتبقى معتقدة ان انا بقول الكلمة دي كده يعني بشكل عابر لا انا قصدها كويس جدا لانه الوحدة ما بين الناس وانه المصرين يبقى واقفين كدههم في كده بعض هو ده الرهان الاساسي والوحيد على ان تظل هذه البلد قائمة ولا يقترب منها احنا